علوم الصف الثاني الإعدادي حال تدريبات كتاب الأضواء على الدرس الأول خصائص الموجات الصوتية الوحدة الثانية أولاً أسئلة المحافظات صفحة 75 رقم 1 أكمل العبارات الأتيه ألف كلما ازداد طول عمود الهواء المهتز في أناي نقطة تردد التردد وطول عمود الهواء علاقة عكسية كلما ازداد طول عمود الهواء قلت تردد وبالتالي قلت نقطة الصوت التردد ودرجة الصوت علاقة تردية لما قل التردد بتقل درجة مين الصوت با تستخدم سدادات الأزن المصنوعة من السيليكون لحماية الأزن من آثار الضوضاء جيم تزداد حدة الصوت الناتج من عجلة صفار بزيادة عدد نقط عدد أسنان الترس أو سرعة دوران العجلة اتنين اختر الإجابة الصحيحة من بين الأكواس رقم ألف يمكن التمييز بين صوت العصفورة وصوت الأسهد عن طريق الدرجة طبعا الدرجة درجة صوت العصفور أعلى من درجة صوت الأسهد با الصوت الذي تردده ميتين هيرتز يكون أكثر نقطة من الصوت الذي تردده ميت هيرتز طبعا بيكون أكثر حدة جيم الصوت الصادر عن اهتزاز وطر طوله عشرين سنتيمتر يكون نقطة من الصوت الصادر عن اهتزاز وطر طوله تمانين سنتيمتر كلما قل طول الجزء المهتز بتزداد حدة الصوت يعني يكون احد من الصوت الصادر عن اهتزاز وطر طوله تمانين سنتيمتر ثلاثة اكتب المفهوم العلمي لكل من ألف مؤثر خارجي يؤثر على الأذن ويسبب الإحساس بالسمع صح أصدق با جهاز يستخدم في تعيين تردد نغمة مجهولة صح عجلة صفاة جيم أصوات ذات تردد منتظم ترتاح الأذن لسمعها صح النغمات الموسيقية أربع علم يأتي ألف لا ينتقل الصوت في الفراغ لأن الصوت عبارة عن موجات ميكانيكية يلزم لانتشارها وجود وسط مادي با صوت المرأة أكثر حدة من صوت الرجل لأنه أعلى في التردد والدرجة من صوت الرجل خمسة مسائل ألف احسب تردد نغمة مماثلة لنغمة صادرة من عجلة سفار تدار بسرعة ثلاثين دورة في الدقيقة إذا كان عدد أسنان الترس متين سن طيب هذا القانون دان تز دال في نون بتساوي تا في زي دال عدد دورات عدد الدورات نون عدد الأسنان تا الترد وزي الزم بالثاني عاوزين نجيب التردد يبقى الاتنين الموجودين في الطرف التاني على المعاية يبقى دال في نون على زي عاوزين نجيب زي يبقى دال في نون على تا طيب عاوزين نجيب دال يبقى تا في زي على نون طيب عاوزين نجيب نون يبقى تا في زي على دال عاوزين نحسب مين التردد يبقى التردد بساوي دال في نون على زي عدد دورات في عدد الأسنان على الزم بالثاني عدد دورات كام اقول تلاتين دورة في ميتين عدل اسنان على الزمن بالسانية دقيقة يعني كم سانية يعني ستين سانية سفر مع السفر على الثلاثة في الواحد على الثلاثة في الاثنين ميتين على الاثنين بتساوي ميت هرتز بقى احسب الزمن بالدقائق الذي تستغيركم عاجل السفار لعمل ستميت الدورة كاملة اذا كان عدل اسنان الترس ستين سنا وتردد الصوت الناشئ عن ملمسة الصفيحة المرنة للترس مية وخمسين هرتز طيب ازا ما بيساوي ايه يبقى دال في النون على تان يبقى الزمن بيساوي دال في نون على تان دال على الدورات كام ستمية في عدل اسنان ستين على التردد التردد كام التردد بمية وخمسين هاتز بمية وخمسين. سفر مع السفر على خمسة شر في الواحد. خمسة شر وكام الاربعة. الاربعة الاربعة في ستين بتساوي متين واربعين تانية. طيب عوزاننا حاولي هي دقيقة prevented اقول لكا يبقى اسمعي كام على ستين مثل متين واربعين على ستين سفر مع السفر اربعة وعشرين على الستة بتساوي كام اربع دقائق. يبسوا كام? اربع دقائق. ستة ما النتائج مترتبة على الف نقص طول الجزء المهتز من الوطر بالنسبة لدرجة الصوت. تزداد درجة الصوت. با تعرض الانسان للضوضاء بالصفة مستمرة. يصاب الجهاز العصبي والسمعي. اضرار بالغة. صفحة 89 تدريبات الكتاب المدرسي. رقم واحد. تخير الاجابة الصحيحة مما بين الكوسين. واحد. تميز ازن الانسان الصوت الذي تردده. خمسين كيلو هرتز. تلاتين كيلو هرتز. تلتمية هرتز. طبعا تلتمية هرتز. ازن الانسان تميز الاسوات ترددها ما بين عشرين هرتز الى عشرين كيلو هرتز. اتنين. الموجة الصوتية التي تنتشر في الهواء بسرعة تلتمية وثلاثين متر على الثانية. وطولها الموجة واحد من عشر متر يكون ترددها. طيب التردد بيساوي. بيساوي ايه? سرعة انتشار الموجة على الطول الموجة. يعني تلتمية وتلاتين على واحد من عشر. بيساوي كام? تلاتتلاف وتلتمية هرتز. برقم اتنين. تلاتة. كل مما يلي من العوامل التي تتوقف عليها شدة الصوت عادة. ساعة الاهتزاز التردد طبعا التردد. التردد يؤثر فيه درجة الصوت. اتنين. ما المكسود بكل من واحد. درجة الصوت الخاصية التي تميز بها الازن بين الاصوات الحادة والغليزة. اتنين. الموجات السامعية. موجات صوتية ترددها ما بين عشرين هرتز الى عشرين كيلو هرتز. تلاتة. الطول الموجي لموجة صوتية واحد ونص متر. اي ان المسافة بين مركزي ضغوطين متتاليين او تخلخلين متتاليين يساوي واحد ونص متر. تلاتة. علما يأتي. رقم واحد اختلاف صوت البيانو عن صوت الكمان حتى لو اتفق في الدرجة والشدة لاختلاف انغمات التوافقية. المصاحبة. للنغمة الاساسية. الصادرة عن كل منهم. تابعا اختلاف نوع الصوت. اتنين. الصوت المنتقل في الهواء يكون اقل شدة من الصوت المنتقل في غاز سينوزي الكربون لان كسافة الهواء. اقل من كسافة غاز سينوزي الكربون وشدة الصوت تقل بالنقص كسافة الوسط. تلاتة. استخدام الموجات فوق السمعية في تعقيم اللبن لقدرتها الفائقة على القضاء على بعض الماء من البكتيريا ووقف. نشاط بعض الفيروسات. اربعة. قدرت عجلة سافار بمعدل تلتمية دورة في الضقيقة. وبملمسة اسنان احد التروس بصفية حمرينة صدر صوت تردده ستمية هرتز. فما عدد اسنان الترس? هم? عدد الاسنان نون بتسوي ايه? التردد في الزام بالثانية على عدد الدورات. التردد كام? يبقى نون بتسوي. التردد كام ستمية? في الزام بالثانية. دقيقة يعني ستين سانية. على عدد دورات تلتمية دورة. تلتمية تلتمية فالواحد. ستمية تلتمية فكام الاتنين? الاتنين في ستين بيتسوي كام? مية وعشرين سن. خمسة. اوضح بنشاط عملي اثر كسافة الوسط على شدد الصوت. الادوات نقوس زجاجي. مصدر صوتي منبه مخلخلة هواء. الخطوات. ضاع المنبه على مخلخلة الهواء. واغطيه بالنقوس الزجاجي. ثم نستمع الى صوته منبه. نقوم بسحب زراع مخلخلة الهواء لفراع جزء من الهواء داخل نقوس. ثم نستمع الى صوت منبه مرة اخرى. نقارن بين شدد الصوت قبل وبعد خلخلة الهواء. الملاحظة صوت منبه قابل خلخلة الهواء اكثر شدة من صوته بعد خلخلة الهواء. الاستنتاج شدد الصوت تقوى بزيادة كسافة الوسط او شدد الصوت تضعف بناقس كسافة الوسط الذي يتضاكل فيه. ستة من الاشكال التالية قارن من حيثه. شدة الصوت ودرجته بين الموجة الصوتية الف والموجة الصوتية باية. طيب من حيث الشدة اللي بيقصر بالشدة ايه? عدة عوامل. منها ساعة. هنبص على الساعة. هم الاتنين متساويين في ايه? في الساعة. يبقى زي بعض في الشدة. يبقى الشدة. الصوت للموجة الف. بتساوي شدة الصوت للموجة باية. طيب الدرجة. درجة الصوت بنبص على مين? على التردد. طبعا هنا التردد للموجة الف اكبر من تردد للموجة باية. وبالتالي الدرجة. درجة. الصوت للموجة الف اكبر من درجة الصوت للموجة باية. الموجة الصوتية باء والموجة الصوتية جيه. طيب. قلنا الشدة من اكبر شدة باق يبقى شدة الموجة الصوتية باق اكبر من شدة الموجة الصوتية جي طيب بالنسبة للدرجة هم الاتنين وده واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة هم الاتنين متساويين في ايه في التردد يبقى ادى ما ده فين في الدرجة يبقى درجة الموجة الصوتية باق تساوي درجة الموجة الصوتية جي ماء في دربات الاضواع رقم واحد اكمل الابارات الاتين واحد النغمات الموسيقية زات التردد نقط صح منتزم بينما الدوضاء زات التردد غير منتزم اتنين تستخدم سدادات الازن المصنوعة من مادة السلكون لحمية الازن من اثار الدوضاء تلاتة درجة الصوت الخاصية التي تميز بها الازن من الاسوات نقط والاسوات نقط الحادة والاسوات الغليزة الاربعة صوت المرأة يوصف بانه حاد او عالي الدرجة او عالي الطبقة ويوصف صوت الرجل بانه غليز او منخفض الدرجة منخفض الطبقة خمسة درجة صوت الرجل نقط من درجة صوت المرأة اقل ست تستخدم عجلة سفار في تعيين تردد نغمة مجهولة او درجة نغمة مجهولة سبعة ينشأ الصوت من نقط من اهتزاز في الاكساء وينقطع عند توقفها عن الاهتزاز. تمانية تتكون الموجات الصوتية من نقط ونقط. تضغوطات وتخلخلات. تسعة. ينتشر الصوت في الهواء بسرة تلاتمائية واربعين متعة الثانية. على هيئة كراءة من نقط ونقط. تضغوطات. وقت خلخلات. مركزها مصدر الصوت. عشرة. سورة الصوت في الماء نقط سرعته في الهواء. اكبر من. ونقط سرعته في الخشق. اقل من. هدى عشر. الاصوات نقط عالية تردد. الحادة. بعدما الاصوات الغليزة. منخفضت التردد. نشر. كلما ازدادة طول عمود الهواء. المهتز في الناي نقط تردد الصوت. قلة تردد الصوت. النشر عنه وبالتالي تقل درجة الصوت. تلات عشر. يتوقف تردد النغمة الصوتية الصدرة من عجلة صفار على عملين. هما سرعة دوران العجلة. وعدد اسنان الترس. اتنشر. تخير الاجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات الاتية. واحد. صوت الاسد. نقط. من صوت الاسفور. اعلى درجة. اعلى ترددا. اقل ترددا. طبعا اقل ترددا. اتنين. تتوقف درجة الصوت على. التردد طبعا التردد. تلاتة. تزداد نقطة الصوت. بزيادة تردده. غلزة. حدة طبعا حد. اربعة. عندما يقول طول الوطر المتازن. يقول عدد الهنزازات الكاملة. يقول التردد. يزداد التردد طبعا يزداد التردد. خمسة. يعبر الشكل نقطة عن الالاقة بين درجة الصوت وتردده. الالاقة بين درجة الصوت. والتردد علاقة ايه? طردية. يبقى ركم دي. تلاتة. اكتب مصطحة العلمي. الدال على كل عبارة فيما يأتي. واحد. مؤثر خارجي. يؤثر على الازن. ويسبب الاحساس بالسامع. صحة الصوت. اتنين. المسافة بين مركزي تضغوطين متتاليين او تخلخلين متتاليين لموجة صوتية. الطول الموجي لموجة الصوت. طول الموجة. موجة الصوت. تلاتة. اصوات زي تتردد منتظم. ترتاح الازن لسمعها النغمات. الموسيقية. اربعة. اصوات زي تتردد غير منتظم. لا ترتاح الازن لسمعها الضوضاء. خمس. خاصية. ثم يسببها الازن بين الاصوات الحادة والغليزة. درجة الصوت. اربعة. ضع علامة صح امامها العبارة الصحيحة. وعلمة خطأ امامها العبارة الخطأ مع التصويق. واحد. الصوت عبارة عن موجات كهروماناتسية. موجات ميكانيكية طولية. اتنين. تختلف النغمات الموسيقية عن الضوضاء في التردد. النغمات الموسيقية ترددها منتظم. الضوضاء تردد غير منتظم. يبارة صحيحة. تلاتة. درجة الصوت تتناسب تردد مع التردد. يبارة صحيحة. اربعة. صوت العصفور اكثر غلزة من صوت الاسد. اكثر حدة. بارة خطأ. خمسة. الصوت الذي تردده خمسين هيرتز. اكثر حدة من الصوت الذي تردده عشرين هيرتز. يبارة صحيحة. ست. يزداد تردد الصوت الناشئ عن عجلة سفار بزيادة سرعة دورانها. يبارة صحيحة. وعد اسنان الترس. خمسة. سوب مدحة الخط في العبارات الاتية. واحد. توقف درجة الصوت على سرعته على التردده. اتنين. درجة الصوت تناسب عكسيا مع التردد تردد. تلات. تزداد حدة الصوت بزيادة طول عمود الهواء المهتز في الناي. صح؟ بنقص. اربعة. عند دوران عجلة سفار بمعدل مية وعشرين دورة. في الدقيقة كانت تردد الصوت الصادر ميتين هيرتز. وعدل اسنان الترس تلاتين سنة. طيب عدل اسنان نون بتساوي. التردد في الزام بالسانية على عادة دورات. التردد كام? ميتين. في الزام بالسانية يعني ستين سانية. على مية وعشرين. سفر مع السفر. على الستة فالواحد. على الستة فالاتنين. متين على الاتنين. ستة. ما المقصود بكل من? واحد. الصوت. مؤثر خارجي يؤثر على الازن ويسبب الاحساس بالسمع. اتنين. انغمات الموسيقية. اصوات زي تتردد منتظم ترتاح الازن لسمعها. ثلاثة. الضوضاء. اصوات زي تتردد غير منتظم لا ترتاح الازن لسمعها. اربعة. درجة الصوت. خاصية ثم يزبها الازن بين الاصوات الحادة والغليظة. سبعة. ما معنى ان الطول الموجي لموجة صوتية واحد ونص متر. اي ان المسافة بين مركزين ضغوطين متتاليين او خلخلين متتاليين للموجة الصوتية واحد ونص متر. اتنين. صوت المرأة حاد بينما صوت الرجل غليظ. اي ان تردد صوت المرأة اكبر من تردد صوت الرجل. تمانية عن ما يأتي. واحد ينعدم صوت طنين النحل عند توقفه عن الطيراء. لان الصوت ينشأ من اهتزاز الاكسام. وتوقف عند توقف الاكسام عن الاهتزاز. اتنين يمكن سماع الصوت من جميع الاتجاهات المحيطة بمصدره. لان الصوت بينتشع على هيئة كرات من التضغوطات. واتخلخلات مركزها مصدر الصوت. ثلاثة. يضع عمال المطابع ستلات السلكون في ازانهم اثناء العمل لحماية الازن من اثار الضبضاء. اربعة. لا ترتاح الازن لسماع اصوات. الات الحفر لان ترددها غير منتظم. خمسة اختلاف النغمات الموسيقية عن الضوضاء من حيث التردد. النغمات الموسيقية ترددها منتظم. الضوضاء ترددها غير منتظم. ست لا ينتقل الصوت في الفراغ. لانه عبارة عن موجات ميكانيكية. يلزم انتشارها وجود وسط مادية. سبعة. صوت المرأة. اكثر حدة من صوت الرجل. لان تردد صوت المرأة اكبر من تردد صوت الرجل. تسعة. ماذا يحدث عن ده? واحد. زيادة طول الوطر المهتز بالنسبة لدرجة الصوت تقليل. درجة الصوت. نقص طول الجزء المهتز من الوطر بالنسبة لدرجة الصوت تزداد. تلاتة تعرض الانسان للضوضاء بصفة مستمرة. جساب الجهاز العصبي. باستمعي. باضرار بالغة. اربعة. زيادة تردد النغمات الصوتية بالنسبة لدرجة الصوت. العلاقة بينهم وعلاقة تردية. يبقى تزداد درجة الصوت. خمسة. زيادة الزمن اللازم لدوران عجلة صفار عند ملامساتها لصفيحة مرنة. العلاقة بينهم وعلاقة عكسية. التردد والزمن العلاقة عكسية. يبقى يقل التردد. ستة. زيادة سرع دوران الترس الملامس للصفيحة. المرنة في عجلة صفار. العلاقة بينهم وعلاقة تردية. يزداد التردد. وبالتالي يزداد مين? حدة او درجة الصوت. عشرة. كارن بينك كل من? واحد. النغمة الموسيقية والضوضاء مع ذكر مثال. النغمة الموسيقية ترددها منتظم. ترتاح الأذن لسمعه. مثله العود. كمان. الضوضاء تردد غير منتظم. مثله الشاكوش. ولا ترتاح الأذن ايه? لسمعه. اتنين الصوت الحاد والصوت الغليز من حيث التردد مع ذكر مثال. الصوت الحاد عالي. الدرجة او الطبقة. مثله صوت المرأة العصفور. الغليز. صوت منخفض. الدرجة او الطبقة. كمان منخفض ايه? التردد. مثله صوت الاسند. الرجل. ثلاثة سرعة الصوت في الهواء و سرعته في الماء. سرعة الصوت في الماء اكبر من سرعة الصوت في الهواء. الدشر. اذكر استخداما او اهمية واحدة لكل مما يأتي. واحد. سدادات الازن. حماية الازن من اثار الضوضاء. اتنين عجلة صفار. تعيين درجة او ترد نغمة مجهولة. اتناشر استهرج الكلمة غير مناسبة. ثم اسكر ما يربط باقي الكلمات. واحد. صوت شاكوش. صوت عصفور. صوت انفجار. صح. صوت عصفور. طيب. ايه الرب بينهم? دوضاء. اتنين. شدة الصوت. نوع الصوت. سورة الصوت. درجة الصوت. سورة الصوت. خصائص. الموغيات الصوتية. تلاتاشر. اذكر العلاقة الرياضية بين كل من. مع رسم العلاقة البيانية. واحد. درجة الصوت والتردد. العلاقة بينهم. علاقة ترضية. درجة الصوت. والتردد. علاقة ترضية. اتنين عدد اسنان ترس. بعجلة صفار وتردد الصوت الناتج عنه. ايضا علاقة ترضية. تردد الصوت وعدد اسنان الترس. علاقة ترضية. اربعة عشر ما الاساس العلمي الذي يعتمد عليه كل من. واحد. تصنف الاسوات الى نغامات موسيقية وضوضاء. اختلاف الاسوات من حيث ترددها. النغمات الموسيقية ترددها منتظم. الضوضاء ترددها غير منتظم. اتنين تعيين تردد نغمة من عجلة صفار. اتناسب تردد. النغمة الصادرة تناسبا ترضيا مع سرعة دوران العجلة ومع عدد اسنان الترس. خمستاشر مسائل. ركم واحد. احسب تردد موجة صوتية طولها الموجي. واحد وسبعة من عشرة متر. اذا كانت سرعة الصوت في الهواء تلتمية واربعين متة على الثاني. طيب التردد يساوي ايه? السرعة على الطول الموجي. طيب السرعة كام? السرعة تلتمية واربعين. تلتمية واربعين على الطول موجي كام? واحد وسبعة من عشرة. بتساوي كام? متين هرتز. اتنين احسب تردد النغمة الموسيقية المماثلة. لتردد نغمة صادرة من عجلة صفار عندما تدار بسرعة. تسعمية وستين دورة. كل دقيقتين. يعني مية وعشرين سانية. علم بان عدد اسنان الترس. تلاتين سنا. طيب التردد يساوي ايه? دان تز. التردد الاتنين اللي في الطرف التاني على معي. دال في نون. على الدورات في عدد الاسنان على الزمن بالسنة. عاوزين يجيب الزمن يبقى دال في نون على تاق. عاوزين يجيب دال الدورات يبقى تاق في زي على نون. عاوزين يجيب نون يبقى تاق في زي على داق. عاوزين نحسب مين? التردد. يبقى التردد بساوي. دال في نون على زي. بساوي. دال كام? تسعمية وستين دور في نون على الاسنان تلاتين سن على مية وعشرين. سفر مع السفر التلاتة فالواحد. التلاتة فهي كامل الاربعة. تسعمية وستين على الاربعة بتساوي كامل بتساوي متين واربعين هرتز. تلاتة احسب تردد النغمة بالميجي هرتز الصادرة من عجلة سفار تدور بسرعة تلاتة امية وستين دورة فيها دقيقة. وعلى الاسنان الترس عشر اسنان. التردد بيساوي. على الدورات. على الاسنان على الزم بالساني. على الدورات تلاتة امية وستين. فيه? على الاسنان عشرة. على دقيقة يعني ستين ساني. سفر مع السفر. على الستة فالواحد على الستة فالستة. الستة فعشرة ستين هرتز. ده ايه? بالهرتز. طيب طلب من ايه? ميجي هيرتز. كيلو وميجا وجيج. عشر والثلاتة. عشر والستة. عشرة والس كام والس تسعة. عشان نحاول من الصغير الكبير يبقى شارقة ايه? سالبة. يبقى ستين في عشرة. والس سالب ستة. باللقاء لحسبة بتساوي كام? بتساوي ستة في عشرة والس سالب خمسة. ليه? الصفر بنقص من السالب ويزود على الموجة. اربعة. احسب الزمن الدوري لنغمة موسيقية مماثلة لزمن نغمة صادرة عن عجلة سافار عندما تدار العجلة بسرعة مئة وتمانين دورة في الضقيقة. علما بأن عدل أسنان الترس خمسة سنة. الاول هنجيب التردد بنتجي هنحسب الزمن الدوري. التردد بيساوي ايه? التردد بيساوي. عاية الدورات في عادل اسنان على الزمن بالسانية. عادل دورات مئة وتمانية. عادل اسنان بتساوي كام? بيساوي خمسة عشر سنا على ضقيقة يعني كام سانية? يعني ستين سانية. سفر مع السفر على الستة في الواحد على الستة في تلاتة. التلاتة في خمسة عشر بتساوي كام? بتساوي خمسة واربعين هرتز. ادرا جيب الزمن الدوري? يبقى الزمن الدوري بيساوي. ما اللي بتردد? يعني بيساوي واحدة على خمسة واربعين. بتساوي كام? اتنين من مئة سانية. خمسة. ازا كان عادل اسنان الترس في عجل السفر اربعين سنا. ويدور تلتمائية وستين دورة في الدقيقة ليصدر نغمة صوتية طولها الموجي واحدة واربعة من عشر متر. احسب. الف ترد النغمة الصوتية النتيجة بالكيلو هرتز. طيب التردد بيساوي. عادل دورات في عادل اسنان على الزمن بالسانية. عادل دورات تلتمائية وستين. عادل اسنان اربعين. والزمن ستين. عالستين فهي الواحد. عالستين فهي الستة. الستة في اربعين سفر. الاربعة ستة. سوي كام اربعة وعشرين. يعني ايه? هرتز. ده ايه? هرتز. عاوزين نحاوله ايه? للكيلو هرتز. حاول من الصغير الكبير? صح. يوضع في اشهرة سلبة. يبقى بتساوي بميتين واربعين. في عشرة والسلب كام والسلب تلاتة كيلو هرتز. بقى صورة الموجة الصوتية. طيب عين بتساوي التردد في الطول الموجة. التردد كام بيتين واربعين. يبقى بي. بيتين واربعين كام واحدة اربعة من عشر. يبقى في واحدة واربعة من عشر. بيتين واربعين في واحدة واربعة من عشر. بتساوي كام تلتمية ستلاتية? تلتمية ستة وتلاتين ايه? متر على السنية. ستة ازا كان عدد الدورات التي يحدثها ترس في عجلة سفار في مئة سنية مضروبا في عدد الاسنان يساوي تمانية وعشرين الف وتمانمية يعني دال في نون بتساوي تمانية وعشرين الف وتمانمية فاحسب تردد النغمة الصوتية الصادرة عنه تردد يساوي دال في نون على زي طيب دال في نون موجود الاتنين في بعض كام تمانية وعشرين الف وتمانمية عالة الزمان كام مية سفرين مع السفرين يبقى بتساوي كام 288A هيرتز سبعة قدرت عجلة زفار بمعدل 150 دورة في الدقيقة وبملمسة أسنان أحد التروس لصفيحة مرنة صدر صوت ترددهم 300 هيرتز مع عدد أسنان الترس نوم بساوي التردد في الزنب الثانية على الدورات التردد 300 بيقول 300 في الزنب الثانية الدقيقة يعني 60 ثانية على عدد دورات 150 150 على 150 فالواحد 300 على 150 فالاتنين الاتنين في 60 بيتساوي كام 120 سنة تمانية احسب عدد الدورات التي يدورها ترس في عجلة زفار عدد أسنانه 60 سنة في دقيقة ونصف يعني 90 ثانية أضرب دي أو نص واحد ونص في 60 يساوي كام 90 ثانية ليصدر النغمة ترددها 250 هيرتز عدد دورات بيساوي التردد في الزمن يبقى تردد 250 في الزمن 90 عدد الأسنان كام 60 سفر مع السفر التلاتة فالاتنين التلاتة فالتلاتة مني على الاتنين فالواحد ميتين وخمسين على الاتنين مية خمسة وعشرين مية خمسة وعشرين في تلاتة بيتساوي كام 300 خمسة وسبعين ايه دورة تسعة إذا كان عدد أسنان أحد تروس عجلة سفار خمسة وعشرين سنة ويدور 150 دورة في نصف دقيقة يعني 30 ثانية ليصدر النغمة معينة فحسب عدد أسنان ترس آخر يصدر النغمة لها نفس التردد ويدور 75 دورة في دقيقة ونصف يعني كام يعني 90 ثانية طيب الأول هنجيب التردد لأن التردد هو نفسه يبقى التردد بيتساوي عدد دورات في عدد الأسنان على الزين بالسانية عدد دورات مية وخمسين في عدد الأسنان خمسة وعشرين على ثلاثين سفر مع السفر التلاتة فالواحد على التلاتة فالخمسة الخمسة في خمسة وعشرين بتساوي كام؟ بتساوي مية خمسة وعشرين هرتز طيب قدر أجيب بقى عدد الأسنان هل اسنان نون بتساوي. اتردد. يبناه مية خمسة وعشرين. في الزن بالثانية تسعين. على عالي الدورات كام دورة? خمسة وسبعين دورة. خمسة وسبعين دور. طيب مية خمسة وعشرين. في تسعين على خمسة وسبعين بتساوي مية وخمسين ايه? سنان. عشرة احسب الزن بالضقائق الذي تستغرقه عجل السفار لعمل ستمية دورة كاملة. اذا كان عدد اسنان الترس ستين سنا وتردد الصوت الناشئ عن الصفيحة المرنة. ازا ما بيساوي. عادة دورات في عدل اسنان على التردد. عادة دورات كم دورة? يبقى ستمية. في عدل اسنان ستين. على التردد مية وخمسين. مية وخمسين. على مية وخمسين فعل واحد. ستمية على مية وخمسين فعل اربعة. الاربعة في ستين ميتين واربعين ايه ثانية. طيب هو قال لي ايه? بالدقائق. عشان يحاول من الصغير الكبير يبقى اسم على كام على ستين. يبقى ميتين واربعين على ستين. سفر مع السفر. الستة فعل واحد. الستة فعل اربعة. يبقى تسوي اربعة ايه دقائق. حد عشر. اذا علمت ان مدى تردد الاسوات التي يسمح الانسان من عشرين هرتز الى عشرين الف هرتز. وكانت سرعة الصوت في الهواء تلتمية واربعين متعة السنة. فما الطول الموجي لاطول موجة صوتية يمكن الانسان سمعها. طيب. الطول موجي لاطول موجة صوتية. الطول موجي والتردد علاقة ايه? علاقة عكسية. بمعنى كل ما يزيد التردد بيقل الطول موجي. طيب افهم من كده ايه? ان اطول موجة صوتية اللي ترددها كام? صح? عشرين هرتز. يبقى الطول موجي لان بتساوي. السرعة على التردد. السرعة كام? تلتمية واربعين. يبقى تلتمية واربعين. على التردد كام? عشرين. سفر مع السفر. اربعة وثلاثين على الاتنين بتساوي كام? بتساوي سبعتاشر متر. اتناشر. ترس عادل اسنان وثلاثين سنا يدور بسرعة مية دورة كل دقيقة. فان? الف. تردد الترس. تلاتين. خمسين. تلتمية هرتز. طيب نجيب الترد. تردد بيساوي ايه? عادل دورات في عادل الاسنان على الاسنان بالسانية. عادل دورات كام? مية يبقى مية. في تلاتين على ستين. تلاتين على تلاتين فعل واحد. ستين على تلاتين فعل اتنين. مية على اتنين تساوي كام خمسين هاتف. بقى ازا كان الطول موجي للموجة اتنين متر. فان سرعة الموجة الصادرة يكون طيب عين بتساوي اترده في الطول الموجي. اترده كام? اترده الخمسين. طيب والطول الموجي اتنين. يبقى خمسين في اتنين بتساوي كام مية متر عن السن. جيم نوع الموجة الصادرة طولية او مستعرضة? الصوت موجات ميكانيكية طولية وطولية. دال هل تنتقل الموجة الصادرة في الفراغ? نعم ام لا? طبعا لا. تحتاج الى وسط مادة لانتشارها. سفحة اربعة وتسعين ركم واحد اكمل العبارات الاتين. واحد. شدة الصوت خاصية تقوم يسبح الازن. بين الاسوات من حيثه نقط او نقط. من حيثه. القوة او الضعف. اتنين تتناسب شدة الصوت عند نقطة ما? تناسبا عكسيا. مع مربع المسافة بين المصدر الصوت وتلك النقطة تسمى هذه العلاقة بقانون التربية. العكسي في الصوت. تلاتة تقاس شدة الصوت بوحدة نقط. واط المية التربية. اما مستوى شدة الصوت فبوحدة الديسيبن. اربعة من العوامل التي تؤثر على شدة الصوت. نقطة نقطة. اتجاه الرياح. كسافة الوسط. المسافة بين مصدر الازن والسطح. مساحة السطح مهتز. خمسة. شدة الصوت عند نقطة ما تتناسب نقط. ترضيا مع مربع ساعة الاهتزاز. ستة. نوع الصوت خاصية. ثم يسبح الازن بين الاسوات. من حيثه. طبيعة مصدرها حتى لو كانت متساوية في الدرجة والشدة. سبعة. تستطيع اذن الانسان ان تميز الاسوات التي تراوح ترددها من نقط الى نقط. من عشرين هيرتز الى عشرين كيلو هيرتز. عشرين كيلو يعني كم? يعني عشرين الف هيرتز. تمانية. تردد الموجات دون السماية يقل عن عشرين هيرتز. تسعة. يصدر عن جهاز السونار موجات فوق سماية. يزيد ترددها على عشرين كيلو هيرتز. عشر. تستخدم موجات نقط الفوق سماية. في تفتيت حصوات الكلة والحالب. دون اجراء عمليات جراحية. حد عشر. تستخدم موجات نقط. برضى كناس الشيء الفوق سماية. لتعقيم المواد الغزائية. تبليه? لقدرتها الفائقة على القضاء على بعض انواع من البكتيريا ووقف نشاط الفيروسات. نشر تزداد شدة الصوت عنده نقط. كسافة الوصف. عنده زيادة لأنها علاقة ترضية. تلاتاشر تسبت اوطار العودة الموسيقى على صندوق خشبي اجوى لزيادة نقطة الصوت. لزيادة شدة الصوت. اربعتاشر. شدة الصوت في ساني اكسيد الكربون اكبر من شدته في الهواء. تبليه? لان كسافة ساني اكسيد الكربون اكبر من كسافة مين? الهواء. خمستاشر توقف نوع الصوت على النغمات نقط. المصحبة للنغمة نقط. التوافقية. المصحبة للنغمة الاساسية. لمصدر الصوت. ستاشر. النغمة المركبة هي نغمة نقط. مسحوبة بنغمة نقط. هي نغمة اساسية. مصحوبة بنغمة توافقية سبعتاشر النغمات التوافقية أقل نقاط وأعلى نقاط من النغمة الأساسية المصاحبة له شدة وأعلى درجة اثنين تخير الإجابة صحيحة لكل عبارة من الإجابات التالية واحد كل مما يلي من العوامل التي تتوقف عليه شدة الصوت عادة ساعة الاتزازة التردو طبعاً التردو التردو بيأثر في الدرجة ولسا الشدة اثنين تستخدم موجات نقاط في الفحوص الطبية طبعاً فوق السمائية خمبان تلاتة عندها زيادة كسافة الوسط فإن شدة الصوت طبعاً تزداد طبعاً تردين اربعة شدة صوت عيار ناري عند سفح الجبل نقاط شدته عند قمة الجبل تكون أكبر منه لأن كسافة الهواء عند سفح الجبل بتكون أكبر الخمس تستطيع الأزن أن تميز من الأصوات المختلفة اعتماد على درجة الصوت شدة الصوت نوع الصوت جميع ما سبق جميع ما سبق ستة تميز أزن الإنسان الصوت اللي استردده خمسين كيلو هيرتز تلاتين كيلو هيرتز تلتمية هيرتز تلتمية هيرتز سبعة يستخدم الطبيب الموجات زات التردد نقاط لتفتيت حصوات الكولة والحالة أكبر من عشرين كيلو هيرتز تلاتين تمانية تزداد شدة الصوت إلى نقط قيمتها عندما تزداد ساعة الهتزاز بالمقدار الضعف لأربع أمثال قيمتها طب ليه لأن شدة الصوت تتناسي تمسيما ترضيا مع مربع ساعة الهتزاز تسعة إذا زادت المسافة بين مصدر الصوت والمستمع من ثلاث أمتار إلى ست أمتار إن المسافة بتزداد للضعف فإن شدة الصوت تقل إلا طبعا الربعة عشرة مصدر صوت تردده خمسة وعشرين ألف اهتزازة على الثانية يعني هيرتز يعني هذه الموجهات تسمع طبعا فوق السماعية حد عشر الشكل النقط يعبر عن موجة صوتية زادت تردد منخفض وعالية الشدة عالية الشدة يعني الساعة أكبر يئمة باء يئمة دا أكبر شدة من ألف وجين طيب قال لي هنا إيه؟ تردد منخفض يعني عالية الموجات بيكون أقل طبعا دا الأقل من إيه؟ من باء ترقم دا ثلاثة أكتب مساحة العلمي الدال على كل عبارة فيما يأتي واحد خاصية ما يسببها الأزن بين الأصوات من حيث الكوة أو الضعف صحيح شدة الصوت اتنين مقدار الطاقة الصوتية الساقطة عموديا على وحدة المسحات المحيطة بتلك النقطة فيه الثانية الواحدة شدة الصوت تلاتة تناسب شدة الصوت عند نقطة عكسيا مع مربع بوع هذه النقطة على المصدر الصوت قانون التربيع العكسي في الصوت أربع نغمات مساحبة للنغمات الأسية أعلى منها في الدرجة وأقل منها في الشدة النغمة التوافقية خمس نغمة أسية تصاحبها نغمة توافقية نغمة مركبة ستة خاصية ثم يسبح الأزن للأسواق من حيث طبيعة مصدرها حتى لو تساوت في الدرجة والشدة نوع الصوت سبعة موجات صوتية تراوح ترددها من عشرين هيرتز إلى عشرين كيلو هيرتز موجات سمعية تمانية موجات صوتية يقل ترددها عن عشرين هيرتز موجات دون سمعية تسعة موجات صوتية يزيد ترددها على عشرين ألف هيرتز موجات فوق سمعية عشرة موجات صوتية تستخدم في الكشف عن عيوب الصناعة موجات فوق سمعية أربعة ده علامة صح أمام العبارة الصحيح وعلمة خطأ أمام العبارة الخطأ مع التصويت واحد من العوامل المؤسرة على شد الصوت اتجاه ريائح موجات إبارة صحيح اتنين الموجات دون السمعية ترددها يزيد على عشرين هيرتز يقل موجات صوتية موجات صوتية ثلاثة تقل شد الصوت للربعة إذا زادت المسافة بين مصدر الصوت والأذن للضعف موجات صوتية عند زيادة ساعة الاتزازة إلى الضعف تقل شد الصوت إلى النصف تزداد شد الصوت إلى أربعة مثلة برخطأ خمسة تقل شد الصوت عند ملامسة مصدر الصوت لصندوق رنق تزداد برخطأ ستة توقف نوع الصوت على ساعة اهتزاز مصدره شد الصوت ولس نوع الصوت شدة الصوت برخطأ خمسة صوب ماتح توقف في العبارات الاتين وحي تتوقف درجة الصوت على ساعة اهتزاز مصدره توقف شدة الصوت اثنين النغمة الصادرة عن الشكر أننا تتكون من نغمة السية مصحوبة بنغمة توفقية العون ثلاثة تتكون النغمة مركبة من نغمة السية زائد نغمة بسيطة زائد نغمة توفقية أربعة تستخدم موجات السمعية في الفحوص الطبية ومعرفة نوع وحالة الجانية فوق السمعية خمسة كلما بتعت عن زميل يصدر صوتا زادت شدة الصوت قلت ستة كلما زادت مساحة السطح زاد نوع الصوت زاد شدة الصوت سبعة تزداد درجة الصوت بزيادة كسافة الوسط الذي ينتقل فيه شدة الصوت تمانية شدة صوت عيار ناري على قمة جبل تساوي شداته عند الصفح أقل من ستة مال مقصود بكل من واح قانون التربيه على عكس للصوت تناسب شدة الصوت عند نقطة ما تناسبة عكسيا مع مربع بعد هذه النقطة على مصدر الصوت نوع الصوت خاصية تميز بها الأزن بين الأصوات من حيش طبيعة مصدرها حتى لو تساوي فيها الدرجة والشدة تلات النغمة التوفقية النغمة مصاحبة للنغمة الأسية أعلى منها في الدرجة وأقل منها في الشدة أربعة الموجات السمعية موجات صوتية تراوح ترددها من عشرين هيرتز إلى عشرين كيلو هيرتز خمسة الموجات دون السمعية موجات ترددها بكل عن عشرين هيرتز ستة الديسيبيل وحد القياس مستوى شدة الصوت أو شدة مين الضوضاء سبعة علما يأتي واحد يمكن التمييز بين صوت الكمان وصوت البيانو المتساويين في الشدة والدرجة لاختلاف النغمة التوافقية المصاحبة للنغمة الأساسية الصادرة من كل منهما لاختلاف طبيعة مصدره اثنين لا تصطدم الدلفين بالعوائق المائية أثناء السباحة لأنها تصدر موجات فوق سمعية تصطدم بالعوائق وترتد إليها فتستطيع تحديد أماكنها ثلاثة تستخدم الموجات فوق السمعية في المجالات الحربية للكشف عن الرئيم الأرضية أربعة تستخدم الموجات فوق السمعية في الفحصات الطبية لتفتيت حصوات الكولة والحالي بتحديد نوع الجنيج والكشف عن الأمراض السلطانية وتشخيص ضخم وغدة بورستات وتأثيرها عند الرجال خمس تستخدم موجات فوق السمعية في تعقيم اللبان بسبب قدرتها الفائقة على القضاء على بعض أنواع من البكتيريا وقف نشاط بعض الفيروسات ستة عندما تقل المسافة بين مصدر الصوت والأذن للنصف تزيد شهدة الصوت إلى أربعة أمثال لأن شهدة الصوت تناسب عكسيا مع مربع المسافة بين مصدر الصوت والأذن سبعة يفضل الجلوس في السفوف الأمامية على الصفوف الخلفية في قاعات المحاضرات لأن شهدة الصوت تقل كلما ابتعدنا عن مصدر الصوت تابعا لقانون التربية العكسي في الصوت ثمانية نغم التليفون محمول في اليد أضعف منها عند وضع التليفون على صندوق رنان لأن الصندوق رنان يعمل على زيادة نساحة السطح المهتز وشهدة الصوت تتناسج ترضيا مع زيادة مساحة السطح المهتز تسعة تثبيت أوطار العود الموسيقي على صندوق خشبي أجواف لأن الصندوق الخشبي يعمل على زيادة مساحة السطح المهتز وشهدة الصوت تتناسج ترضيا مع مساحة السطح المهتز عشر شهدة الصوت عند إطلاق عيار ناري عند قمة جبل أقل من شدته عند سفح الجبل لأن شدة الصوت تتناسج ترضيا مع كسفة الوسط و كسفة الهواء عند قمة الجبل أقل من كسفته عند السفح حداشر لا يسمع الإنسان موجات جهاز الصمار عند عمل الفحصات الطبية لأنها موجات فوق سمعية يزيد ترددها عن عشرين كيلو هيرتز تمانية ماذا يحدث عند واحد زيادة المسافة بين أذن المستمع ومصدر الصوت إلى الضعف بالنسبة لشدة الصوت تقل الربع إلى الربع لأن علاقة بينهم علاقة عكسية اتنين زيادة سعة الاعتزازة لمصدر صوتي إلى الضعف تزداد شدة الصوت إلى أربع أمسال تلاتة تلاتة ملامسة مصدر الصوت لجسم رنان تزداد شدة الصوت أربعة سبعة تسليط موجات فوق السمعية على حصوات متكونة بالكلة والحالب تفتيت الحصوات تمانية تعرض بعض أنواع الفيروسات للموجات فوق السمعية وقف نشاطها تسعة قارن بين كل من الموجات دون السمعية والموجات السمعية والموجات فوق السمعية من حيث ترد دون السمعية أقل من 20 هرتز السمعية من 20 إلى 20 كيلو هرتز فوق السمعية أكبر من 20 كيلو هرتز اثنين النغمة الأسية والتوافقية المسحبة لها من حيث الشدة والدرجة النغمة التوافقية أعلى من النغمة الأسية أعلى منها أعلى منها في في الدرجة وأقل في الشدة ثلاثة الشدة الصوت في الهواء وشدة الصوت في شدة الصوت في الهواء أقل من شدة الصوت في صاة كربو لماذا لأن كثافة كربو الشوكة الرنان. اربعة نغمة مركبة العود. خمس جهاز يصدر موجات فوق سمعية جهاز الصنار. هدى عشر. اسكر استخداما واحدا لكل مما يأتي. واحد. الصندوق الرنان. يعمل على زيادة مساحة السطح المهتز. وبالتالي تزداد شدة الصوت. اثنين الموجات فوق السمعية في المجال الطبي. تفتيت حصوات الكلى والحالب. دون اجراء جراح. الكشف عن جنس الجانية. الكشف عن الاورام السلطانية. تشخيص تضخم جلد بروستات عند رجال. تلاتة. الموجات فوق السمعية في الحروب. الكشف. عن الالغام الارضية. اربعة الموجات فوق السمعية في مجال الصناعة. تعقيم. المواد الغزائية. والماء واللبان. بنشر استخرج الكلمة غير المناسبة. ثم اسكر ما يربط باقي الكلمات. واحد. اتجاه رياح. اتردد مساحة السطح. كسافة الوسط. طبعا اتردد. اهربت العوام المؤسرة في شدة الصوت. اتنين عشرين كيلو هرتز. خمستاشر هرتز. عشرين هرتز. سبعتاشر كيلو هرتز. صح. خمستاشر هرتز. طب ايه رب بينهم. موجات سمعية. تلاتاشر اسكر العلاقة بين كل من. واحد. شدة الصوت والمسافة بين الازن ومصدر الصوت. شدة الصوت تناسب. تناسبا عكسيا. مع مربع المسافة بين مصدر الصوت والازن. اتنين. شدة الصوت وساعة الاتزازة. شدة الصوت تناسبا ترضيا مع مربع ساعة الاتزاز. ثلاثة. سورة الموجات دون السمعية والموجات فوق السمعية في الهواء. سورة الموجات دون السمعية تساوي. سورة الموجات فوق السمعية. لانها عبارة عن موجات ايه? صوتية. لها نفس السرعة في الوسط الواحد. اربعة عشر. ادرس الاشكال الاتية. واحد. ما الذي تدل عليه الاشكال الاتية? واحد. شدة الصوت و مربع ساعة الاتزاز. شدة الصوت تناسبا ترضيا مع مربع ساعة الاتزاز. شدة الصوت و مربع مسافة. شدة الصوت تناسبا صح. عكسيا مع مربع المسافة. بين مصدر الصوت والازور. شدة الصوت تناسبا صح. درديا مع كسافة الوسط. اتنين اي الشكلين التاليين يمثل نغمة حدة. نغمة عالية الشدة. الاكبر تردد. صح. رقم ايه? رقم واحد. يبقى واحد نغمة ايه? نغمة عدة. لانها اكبر ايه? تردد. طيب عالية الشدة? رقم بان. عالية الشدة. ليه? لانها اكبر ايه? اكبر ساعة. اسئلة مهارات التفكير العلي. واحد. اي الشخصين يمكنه? سماع صوت الكطار بوضوح اكسر. مع بيان السبب. صح. الشخص الاول. رقم واحد. ليه? لقرب المسافة بينه وبين الكطار. اتنين. ايهما له طول موج اكبر? موجة صوتية ام موجة كهرماناتسية عند التساوي فيه التردد ما تعليه. سرعة الموجات الكهرماناتسية اكبر من سرعة الموجات الصوتية ويبقى موجات ايه? موجات ميكانيكي. طيب عين بتساوي ايه? التردد في الطول الموجي. العلاقة بين الطول موجي والسرعة لكاتردية. يبقى من اكبر سرعة للموجات الكهرومغناطسية وبالتالي الطول الموجي للموجات الكهرومغناطسية اكبر من الطول الموجي للموجة ايه? السبطية. تلاتة يحسب النسبة بينها تردد متين مختلفتين صادرتين من عجلة سفار خلال فترة زمنية واحدة. اذا علمت ان عدد اسناء ترسيل عجلة ستين ومية سن. وعادد دورات كل من هما خلال التجربة تمانين ومية وعشرين دورة. التردد بساوي. ده الواحد في نون واحد على. زي واحد. والتردد التاني بساوي. ده الاتنية في نون اتنين على زي اتنين. هم الاتنين لهم نفس الزمن. العلاقة بين التردد وعادد دورات وعادد الاسنان علاقة ترددية. بمعنى. ته واحد على ته اتنين بتساوي. ده الواحد في نون واحد على ده الاتنين في نون اتنين. ليه? ده العلاقة ايه? ترددية. طيب. ده الواحد على الدورات. كام تمانين? يبقى تمانين في. على الاسنان كام? ستين. على. ده الاتنين مية وعشرين. في مية. ستنين على ستين في الواحد. مية وعشرين على ستين في الاتنين. اتنين على الاتنين في الواحد. تمانين على الاتنين فالاربعية. صفر مع الصفر. على الاثنين فالاثنين. على الاثنين فالخمس. يبتسوي كامل اتنين على خمس. اربعة. احسب الناسبة بين شدتي صوت عنده نقطتين. مختلفتين. تبعد الاولى عن مصدر الصوت اربعة امتار. يعني دي في واحد. والثانية تبعد عنه عشد امتار. العلاقة بين شدة الصوت ومربع مسافة على عكسي. بمعنى. شين واحد. على شين اتنين. بتسوي. فيه اتنين تربيع على فيه واحد تربيع. ليه? لانها علاقة ايه? عكسي. طيب مسافة التنية كام? عشر. يبقى عشرة تربيع. على مسافة الاولى كام? اربعة تربيع. عشرة تربيع يعني كام? يعني عشرة في عشرة بمية. على. اربعة تربيع يعني كام? يعني اربعة في اربعة بستاشر. على اربعة فالاربعة. على اربعة فهكام خمسة وعشرين. يبقى بتسوي كام? خمسة وعشرين على كام? على اربعة. يبقى خمسة وعشرين على اربعة. خمسة. الشكل المقابل يعبر عن العلاقة بين شرد الصوت وكسافة الوسط. اي نقاط اقوى في شرد الصوت وايها اضعف. ولماذا? شرد الصوت تناسبة ترضية مع كسافة الوسط. بمعنى الاقوى شرد الصوت هو الاكبر كساف. يبقى الف. طيب اضعف. ليه? لان شرد الصوت تناسبة ترضية مع كسافة الوسط الذي ينتقل فيه الصوت. ستة اشكلان الاتيان يمثلان موجتين صوتيتين. الف وباء. فاذا علمت ان السرعة الصوت في الهواء تلتمين واربعين متعة الثانية. الف فحس التردد كل من الموجتين. التردد بيساوي. السرعة على الطول الموجي. طيب السرعة موجودة? تلتمين واربعين. طيب الطول الموجي? التضوط الاول والتالت. يا تلاتة هنأس واحي اتنية. طيب. الاتن ده هم طولهم كام? واحد من مية. يبقى اقول واحد من مية. على اتنين بتساوي كام? بتساوي خمسة من الف متر. بدا طول الموجي. طيب والنسبة بقى. اسم على اتنين. يبقى اول واحد على اتنين بتساوي كام خمسة من عشرة متر. بدا طول الموجي. الموجة بقى والموجة ايه? الف. طيب نحسن بقى تردد. تردد بيساوي ايه? السرعة طول الموجي. يبقى تردد بيساوي. السرعة تلتمين واربعين. على طول الموجي خمسة من الف. بيتساوي كم? تمانية وستين الف هرتز. تمانية وستين الف هرتز. تعال نشوف تردد للموجة باية. على كم خمسة من عشر? بتساوي كم? بتساوي ستة مية وتمانين هرتز. باية من هتين الموجتين تستخدم في تفتيت حصوات الكلة والحالب. مع بيان السبب. طبعا الموجة الف. ليه? لانها موجات فوقها. سمع ايه? يزيد ترددها عن عشرين كيلو هرتز. سبعة. موجتان صوتيتين الف وباية. تحركان في الماء. اذا كان الطول موجي لالف يساوي نصف الطول موجي لباية. فحسب النسبة بين. الف سرعة الموجتين. طيب هما الاثنين لهم نفس السرعة. ليه? لان هما الاثنين ينتشرحان في وسط واحد اللي هو الماء. وبالتالي النسبة بينهم يبقى واحد الى ايه? الى واحد. باية. تردد الموجتين. التردد والطول الموجي علاقة عكسية. بمعنى. تردد الف. الا تردد باية. بيتساوي. لام باية على لام الف. ليه? لان اللقاء بينهم علاقة عكسية. طيب. لام الف نص. لام ايه? لام باية. وبالتالي. بيتساوي اتنين الى ايه? واحد. ما هو. الطول الموجي. الف. وده باية. الف نص باية. واحد الى اتنين. وبالتالي لام باية يبقى اتنين الى ايه? الى واحد. يبقى تساوي اتنين الى واحد. صفحة مية. اختبر نفسك. رقم الف. اختر الاجابة اصحيحة. واحد. الصوت الذي تردده ستمية هيرتز يكون اكثر غلزة من الصوت الذي تردده نقط هيرتز. طبعا اكبر من. يبقى رقم ده. تبنو مية هيرتز. لان درجة الصوت تناسي تناسبها انترضيا مع ايه? مع تردد. اتنين من العوامل المؤسرة في شد الصوت ما يلي عدد. ساعة الالتزاز التردد طبعا تردد بيؤثر في درجة الصوت. وليس الشد. تلاتة. يعبر مقياسة عن درجة الصوت. شد الصوت. نوع الصوت. مستوى. شد الصوت. طبعا مستوى. شد الصوت. مقام ده. بقى. اذكر مثلا واحدا لكل من واحد. صوت غليز الرجل. الاسد. نين جهاز يصدر عنه موجات صوتية ترددها اعلى من عشرين كيلوهيرتز جهاز الصنار. نين الف. اكمل العبارات الاتية واحد. يزر خفاش موجات نقاط. موجات فوق سمعية. نين توقف نوع الصوت على النغمات نقاط. المساحبة للنغمة الاسية. النغمات التوافقية. تلاتة. كل ما قلة تور الوطن المهتز. يزداد نوة الصوت. تردد الصوت الصدر عنه. وبالتالت ازداد درجة الصوت. بقى. ترس في عجل السفار له ستين سنا ويدور تسعمائة دورة في الضقيقة. احسب تردد الصوت. الناتج من صفيحة ملامسة له اسناء دورة. اتردده بيساوي. دال في نون على زي. طيب كم دورة? تسعمائة. في. عدل اسنان ستين. طيب الزمن ستين. ستين مع ستين. يريد تساوي كام? تسعمائة هيرتز. تلاتة. الف. صيل من العمود الف. بما يناسبه من العمود با. واحد. شيد الصوت. صح. رقم د. خاصية ما يسبهها الصوت. القوي والضعيف. اتنين. نوع الصوت صية تميز بين الاسوات من حيثه. طبيعة المصدر. تلاتة. موجات تحت سامعية. رقم الف. ترددها اقل من اشرين هيرتز. اربعة. موجات فوق السامعية. صح. رقم جي. تستخدم في تعقيم المواد الغازائية. باعل واحد الصوت المنتقل في الهواء اقل شدة من الصوت المنتقل في غاز سانوكسيب كربون. لان شدة الصوت تعتمد على كسافة الوسط. وكلما زاد كسافة الوسط زاد شدة الصوت. حيث ان كسافة غاز سانوكسيب كربون اكبر من كسافة اتنين الهواء. اتنين موجات الصوت ميكانيكية. لانه تحتاج الى وسط مادي لكي تنتقل فيه.